علق اتحاد القوى العراقية الممثل الشرعي للمكون السني حضوره لجلسات مجلسي الوزراء والبرلمان لجلستين متتاليتين احتجاجا على الاحداث الامنية التي وقعت مؤخرا في قضاء المقدادية بمحافظة ديالا داعي الرئيس الحكومة بحل الميليشيات ونزع اسلحتها واعتقال المتورطين بجرائم القتل والتهجير والخطف في محافظة ديالا ومحافظات اخرى مقاطعة اعضاء الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية ووزرائها من جلستين المقبلتين لمجلسي النواب والوزراء استنكارا لما يجري في المقدادية وحاول رئيس مجلس الوزراء احتواء الازمة من خلال ارساله مبعوث الامين العام للامم المتحدة يان كوفيش ورئيس منظمة بدرهاد العامري لاتحاد القوى العراقية ونقلت عهده بالقاء القفض على المتهمين في احداث المقدادية يعني بالتأكيد الممثل الامين العام هو قال قال انا يعني كلفني سيد رئيس مجلس الوزراء بان اكون ضمن يعني ان يأتي الاجتماع تحالف القوى العراقية لسماع تخوفاتهم وايضا كان محمل برسائل اخرى من السيد رئيس مجلس الوزراء كانت هناك ثلاث رسائل طرحها كان الاجتماع ينصب بخصوص ما جرى في محاوظة ديالة وتحديدا في المقدادية الرسائل التي وصلت من سيد هاد العامر والاخرين انه سيقومون بمتابعة الاشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم وهذه الافعال وهذا هو ما مطلوب اتلاف دولة القانون الذي انتقد هذا التعليق اشار الا ان الكتل السياسية اتفقت مع رئيس مجلس النواب على التهديئة من خلال رفع جلسة مجلس النواب الى الخميس المقبل البيان كان بيان حقيقة توافقي طرح موافقة كل الاعضاء وهو عبارة عن استلكار الجانب الامني خصوصا من البصرة وبابل وبغداد والمقدادية ودعوة الجهات الامنية بما فيها القائد العام للقوات المسلحة وزارة الداخل وزارة الدفاع ان تأخذ حقيقة دورها يبدو ان قرارات التعليق التي اثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية اصبحت لا تجدي نفعا امام التحديات التي تتعرض لها الاقليات والمكونات العراقية على حد سواء بل ما نحتاجه في الظروف الراهنة بثوا ثقافة التسامح والتعايش والابتعاد عن الخطاب السياسي الطائفي الذي اصبح شعارا للاحزاب المتنفذة لحماية مصالحها من داخل مجلس النواب محمد صباح المدى